قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعيطة إن الحكومة لم تناقش حتى الآن أي تعديلات على قانون الانتخاب وخلال تصريح لرؤية رفض المعيطة تأكيد أو نفي وجود نية لدى الحكومة بإرسال مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب يأتي تصريح المعيطة في وقت أكد فيه رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات عدم وجود أي معلومات لدى اللجنة حول نية الحكومة تقديم تعديلات على القانون فيما يتعلق بقانون الانتخاب نحن لم يصلنا أي شيء من الحكومة ولا يوجد لدينا أي علم أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون التعلق بالانتخاب حتى هذه اللحظة هل يوجد قانون الانتخاب لتعديل؟ أعتقد هذا موضوع خلافي وحقيقة هناك أراء متعددة حول من هو مؤيد ومعارض لهذا القانون وهذا يحتاج إلى نقاش موسع حول ما هي المواد التي يراد طرحها للتعديل أو إذا كانت هناك نية أيضا بالأساس قبل الحديث عن ما هي المواد التي يرغب التعديل لكن أنا على حد علمي لا يوجد أي حتى هذه اللحظة أي نقاش حول قانون الانتخاب أو وجود نية معلنة حد لتعديل هذا المشروع أتمنى أن يكون هناك تعديلا على قانون الانتخاب للمجلس التاسع وعشر المدرس القادم لكن لا يبدو هناك في الأفق أي حديث عن تعديل القانون القانون يحارب الأشخاص المعروفين والنواب الأقوياء هذا القانون له عيوب كثيرة جاء هذا القانون ليكافح المال السياسي لكن أنا أعتقد أن هذا القانون الذي أجريت عليه الانتخابات هو يشجع المال السياسي بامتياز ترجمة نانسي قنقر